في إطار اهتمام وزارة الداخلية بالتدريب لرفع قدرات العنصر البشري نظمت الوزارة بالتنصيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسفارة الأسبانية بالقاهرة دورتين تدريبيتين في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وذلك لطالبات كلية الشرطة وعدد من الضباط والضبيطات المعنيين بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان بهدف إعداد رجال شرطة ملتزمون بالقيم الأخلاقية والإنسانية في مهامهم وتعاملاتهم وفقاً للمعايير الإنسانية فقد نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة الداخلية والسفارة الأسبانية بالقاهرة دورتين تدريبيتين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة وذلك بمقر أكاديمية الشرطة لطالبات كلية الشرطة وعدد من الضابطات والضباط المعنيين بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان برامج الدورتين تضمنت عدة محاور في مقدمتها التعريف بالإطار القانوني للتصدي لجرائم العنف ضد المرأة ودور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في التصدي لجرائم العنف ضد المرأة إضافة إلى عدد من المحاور ذات الصلة والتي تسهم في سقل مهارات العناصر الشرطية العاملة في هذا المجال وتهدف هاتان الدورتان إلى الارتقاء بقدرات العناصر الشرطية والاستفادة من الخبرات الدولية والأممية للتعامل الاحترافي والإنساني في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة ليتمكنوا من آداء مهمهم بصورة احترافية لذا تواصل الوزارة تنظيم العديد من الدورات التدريبية في هذا المجال بالتنصخ مع المؤسسات الوطنية والأممية